اشتركوا في القناة من سجل هدف أقل ما يقال عنه أنه هدف رائع هدف محرز هذا الأسبوع صنع الحادث وتصدر التفاعلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن يتفاعل معه العديد من رواد سوشيال ميديا وخضية بإيشادة كبيرة من صحف ومواقع عالمية صحيفة مركة الإسبانية رشحت هدف محرز للتنافس بقوة على جائزة بوشكاش لتمنح الفيفا لأحصن هدف في العام لاعبون ديمونشستر سيتي كذلك تفعلوا مع الهدف لسجل زميلهم الجزائري رياد محرز وعلق كل من حارس سيتي إديرسون المدافع هنريك لابورت والمهاجم رحم ستلينك على الهدف لنشره محرز عبر حسابه في الانستغرام بطريقتهم الخاصة عرين الخضر يسوهم بوحي تعرض لحبلة شريصة على مواقع تواصل الاجتماعي حيث إنهان الكثيرون من أنصار الخضر بانتقاذات لاذعة لحارس المنتخب بعد نهاية مباراة زمبابوي ونحمله مسؤولية نتيجة التعادل وطالب بعضهم بضرورة لاستغناء عنه وجلب خليفة آخر يكون أحسن منه لحراسة مرمى الجزائر ومن جهات أخرى كذلك دفع نشاط آخرون على حارس الخضر ونحتبره أحسن حارس مرء على المنتخب لتصدر هاشتاك حملته من تضامنية رند على منصة التواصل الاجتماعي تويتر بطريقة ساخرة دعا الدولية الجزائري أندي ديلور بتغيير اسمه من أندي ديلور إلى ديلور بوزلوف أو أندي بوزلوف بإشارة تنوينه إلى الرأسية التي سجل من خلالها الهدف الأول للمنتخب الجزائري أمام منتخب زمبابوي وانشاط ديلور على صفحته رسمية الفيسبوك صورة كبش وعلق عليها أنه منذ مباراة زمبابي أصبح اسمه أندي بوزلوف وهذا المنشور لقى تفاعل كبير من قبل متابعيه اللي تبادل معاه الحسن الفكاهي والصخرية غولام علش ما خرجتهاش للتوش هذا السؤال الشهل يطرحوه الجزائريين منذ ثلاث سنوات للدولة الجزائرية فوزي غولام وهذا الأخير رجع للحادث عنه مرة أخرى لنتابع النمي بالحالة أكثر واللحالة ألعان أكثر سنعتمي أكثر وحدة سنعتمو أكثر سنعتمي صعب الناسيطة نحن لليسيا انحن حسن ان يكون مليهور مريغة تهزين وضفت كن فتباليسيك بعد في كم مليهور تهزين كما أنه بشان بشان جانيال لدينا صحيح نحن نكتان نحن نكتان صعب الناسيطة والذي أفضل لا يزاد لا يزاد إن شعر فعل إنه يسمى أنه يزالك يزالك فكرة أنه يزالك في الأنهية ومن الثاني في العالمية لا تزالك انه! بلد! ستسلمون! لا تحصلون! أشياء لا تحدث إلا في الإفريقيا إحتجاز منتخب الجابون في مطاري غمبيان لما يقارب 5 ساعت قبل خوض المباراة التي تجمع بين المنتخبين بسبب تحليل فيروس كورونا واستنكر الاتحاد الأفريقي الكاف ما تعرض له المنتخب القنبي وانشر باين رسميا دعا من خلاله إلى الشمع طارق عبر تقنية الفيديو مع ممثلين من الاتحادية القنبية ونظرتها من القابون من أجل فحص أسباب الحادث تحديد المسؤوليات وتطبيق العقوبات دائما مع جائب وغرائب أفريقيا لعب المنتخب تونسي قاموا بتغيير ملابسهم في غرف تغيير الملابس بملعب تنزانيا بدون إنارة ما جعلهم يستنجدون بإنارة هواتفهم هذه عين فقط مما يحصل في إفريقيا وما خفية أعظم مشجع زمبابي ينشر صورة على منصة تويتر توضح الفرق بين ملعب الزمبابي وملعب الجزائر فردت عليه الاتحادية الزمبابي قائلة إنها فقط جودة الكاميرا يقال أن الصدفة خير من ألف ميعاد هذا ما حدث بالضبط لدولي سينيغالي ساديوماني فبعد 17 سنة كاملة التقى بصديق طفولته الشرطي سولو بعد مباراة سينيغال وغينيا بيساو ماني طلب رقم هاتف سولو وعده بأن يستضيفه في ملعب الأنفيلد لمشاهدة مباراة ليفر بول حقا أن كرة القدم هي الأمل في يوم إطلاق بلاي سيشن فالج في أوروبا قام اللاعب سلطان إبراهيموفيج بتقديمه لزملائه في فريق روسي نيري وعلى الفور لم يتأخر اللاعبون في تقديم الشكر إلى إبرا على حسابهم في الأنستغرام بعد إقالة فليب كوكو من على الأس العريضة الفنية لنادي ديربي كونتي قام صبي بإرسال رسالة مكتوبة بخط يده لإدارة النادي وهذا ما جاء فيها أنا لاعب مميز كما أنتهج خطة بنجاح في لوباة الفيفا وبإمكان جدتي غسل ملابس اللاعبين إقابلتموني كمدرب كان هذا أبرز ما تدول في مواقع التواصل الاجتماعي لهذا الأسبوع انتلقوا في مواعد أخرى إن شاء الله سلام